تتويج ملك بريطانيا حفل فخم وفريد من نوعه في أوروبا تعود بعض قواعده إلى عدة قرون عرف هذا في زمن تتويج الراحل إليزابيث الثانية في عام 1953 حيث استغلق التحضير لتتويجها أكثر من عام لكن تشارز الثالث توج ملكا لبريطانيا بحفل سريع وصغير مقارنة بسابقاته أما عن شخصيته السياسية قبل أن يتوج ملكا وبحسب عدد من فقرات الكتاب المكون من 300 صفحة والمخصصة لموقف تشارز من حرب العراق فإن ملك بريطانيا الجديد كان معارضا شرسا لمشاركة بلاده في الحرب على العراق حسب مؤلف الكتاب فإن الأمير لم يقتنع أبدا بالتقارير الاستخباراتية التي كان يقدمها توني بلير أو بالمعلومات التي كانت تقدمها الولايات المتحدة بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وظل شارلز يردد أمام أصدقائه أنه كان على توني بلير الاستماع لما يقترحه بعض القادة آنذاك لحل الأزمة العراقية عوض الذهاب نحو الحرب مع بداية 2020 قامت شارلز بزيارة هي الأولى من نوعها لأحد أفراد الأسرة الحاكمة إلى بيت لحم وخلال هذه الزيارة ألقى خطابا وصف بالعاطفي عندما حذر من أكبر كارثة قد تحدث في حال تم تمس الحضور المسيحي في فلسطين ومنذ عقود أظهرت شارلز اهتماما مميزا بالتعرف على الإسلام والتعمق في حضارته وقد سبق أن قرأ القرآن ودرس اللغة العربية وكانت شارلز يتعمد أن يوقع الرسائل التي كان يوجهها للزعماء العرب باللغة العربية شخصية يحملها ملك بريطانيا الجديد حول ما هي سياسة بريطانيا من الشرق الأوسط والمنطقة والعالم